بسم الله الرحمن الرحيم حل مسألة مصر 2016 بدور مايو عن المعايرة المسألة بتقول احسب كتلة هيدروكسيد السوديوم المذابة في محلول حجمه 25 ملي لتر والتي تستهلك عند معايرة 15 ملي لتر من حمض الهايدروكلوريك وعطني تركيزه هو 1 من 10 مول لكل لتر علما بأن الكتلة الزرية للهايدروجين ب1 والأكسوجين 16 والسوديوم ب23 طبعا دي مسألة معايرة اول خطوة هتكون اننا اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة اللي هي حمض وقلوي بيعطي مية وملح تفاعل تعادل الحمض الموجود هو حمض الهايدروكلوريك مع هيدروكسيد السوديوم القاعدة يوعطي مية وملح والملح معادلة بسيطة وهي موزونة طيب نشوف كده المعلومات اللي ادينا عن الحمض والمعلومات اللي ادينا عن القاعدة اعطا لي المسألة ان حجم الحمض بخمستاشر ملي لتر تركيز الحمض واحد من عشرة مول لكل لتر عدد مولات الحمض في معادلة التفاعل المتزنة هنا بكامل وزن واحد اللي هو الان ايه بواحد تمام المعلومات اللي ادينا عن القاعدة حجم القاعدة خمسة وعشرين ملي لتر التركيز ما ده ليش عدد مولات القاعدة في معادلة التفاعل المتزنة كانت بواحد تمام طبعا بسهولة واضح الناقص عندي ان انا هجيب التركيز تمام بس هو مش طالب التركيز هو طالب كتلة فانا لازم احاول التركيز ده لكتلة عندي قانون بيقول التركيز المولاري بيساوي عدد المولات على حجم المحلول باللتر عدد مولات المذاب على حجم المحلول باللتر طيب بس دي برضو مش الكتلة طيب انا عندي قانون كمان بيقول لي ان عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية بالجرام. تمام. يبقى هي دي فكرة المسألة ان انا هجيب التركيز من القانون المعايرة البسيط اللي هو ام اي في اي على ان اي بيسوو ام بي في بي على ان بي. بعد اما اجيب الام بي هقوم اجيب عدد مولاتها انه هضرب الام بي في في ال يعني لازم احول الحجم هنا باللتر. بعد اما اجيب عدد المولات هاجيب الكتلة ان انا هضرب عدد الملات اللي جبتها في الخطوة دي. واضربها في الكتلة المولية بالجرامات. واجيبها على طول الكتلة اللي وحدتها الجرام. ده القانون هبدأ عوض. تركيز الحمض واحد من عشرة مول لكل لتر. حجم الحمض بخمستاشر. على عدد مولات الحمض في المعادلة الموزونة بواحد. وطبعا هنا مش لازم احول الخطوة دي للتر. يعني هنا لو هستخدم بالمليلتر. يبقى هنا بالمليلتر. هنا باللتر. هنا باللتر. عادي. يعني مش شرط ان احول في الخطوة دي انتم عارفين طبعا. طيب. الام بي مجهول. مش موجود. الفي بي. خمسة وعشرين مليلتر. على عدد مولات القاعدة في المعادلة الموزونة هنا بواحد. طيب. اجيب بقى الام بي. طرفين في وسطين. يبقى واحد من عشرة. في خمستاشر في واحد. على واحد فيه خمسة وعشرين. هتطلع. صفر فاصلة صفر ستة مول. واحدة التركيز مول لكل لتر. ستة من مية مول لكل لتر. طيب. بعد كده قلنا. هنجيب. عدد المولات. هضرب التركيز اللي حصلت عليه. عدد مولات المذاب. اللي هو الاني اي او اتش. وحجم محلوله. حجم محلول الاني او اتش. بس لازم يكون باللتر. عشان هقدر ان انا اجيب عدد مولات المذاب. عوض هنا بقى في القانون. تركيز الاني اي او اتش. طلع. صفر فاصلة صفر ستة. حجم المحلول باللتر. كان الحجم خمسة وعشرين مليلتر. هحوله ان انا بقسم على الف. يعني خمسة وعشرين من الف لتر. هتطلع واحد ونص في عشرة. بس سلب تلاتة مول. تمام. بعد كده هجيب الام اس اللي هي الكتلة. اللي هو طالبها. ده كتلة هيدروكسيد السوديوم. ام اس بتساوي ان ضرب ام دابليو تي. القانون ده قلنا. الكتلة بتساوي. عدد المولات في الكتلة المولية بالجرام. هحسب بقى الخطوة الاخيرة كتلة هيدروكسيد السوديوم. عدد المولات طلع واحد ونص في عشرة. والس سالب تلاتة. ضرب الكتلة المولية اللي هي الام دابليو تي. سهل طبعا ان انا احسبها. من الكتلة الزرية المعطاعة. ان انا هجمعهم. اللي هو الان اي بتلاتة وعشرين. والاكسوجين ستاشر. والهيدروجين بواحد. يعني اربعين جرام لكل مول. هبدأ بقى اعوض. هنا بارب اربعين. اخطو الاخيرة. هطلع الناتج. سفر فاصلة سفر ستة جرام. يبقى كتلة هيدروكسيد السوديوم المزابة في المحلول. هتطلع ستة من مية جرام.